اشتركوا في القناة وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسم كامبل بانرمن دعا سبع دول اوربي ليست من بينها المالية دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار فيسأل السبع دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة ام تريدون بالفعل مواصلة السقوط فاذا بالاجماع يقول لا نريد البقاء على القمة وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل فرد اخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فاذا بيسأل كامبل بانرمن استلمتم الخرائط قالوا نعم واذا يطلعونها فاذا بيقول هذه المنطقة من الخليج الى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقتلون على قطرة ما لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة يمتلكون ما لا نمتلك كلهم الا بعض الاقليات البسطة كلهم يتبعون دين واحد لغة واحدة بينما في اوروبا عشرات وعشرات المذاهب يقول من يذهب من الكويت الى نواكشوب ما يحتاج مترجم يتكلموا اللغة واحدة شوفها المساحة الشاسع هذه المنطقة تشرف على اوروبا من الشمال وعلى افريقيا من الجنوب وعلى شبه القرى الهندية وعلى آسيا هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك المواد الخامل اللي يحتاجها الغرب هذه المنطقة تستطيع ان تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق فاذا هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة انهضت لانهم كما قال لا يحتاجون الا لقيادة صالحة بس قيادة صالحة متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الامور لانهم لديهم كل مقومات النجاح فاذا بالسؤال ماذا نفعل انا تمناكم اخوان والله لو احنا ندرس الماد خلانكم تقرؤون كل مقرراتهم خلونا نفهم شي اللي صار ضدنا اذا بهم يصلون كما قلت لكم الى ثلاثة امور يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ناسا ما اسرائيل الاوراق عندي ما قالوا اسرائيل بالانجليز وبالعربي لكن ما قالوا قالوا جسم غريب هذا الجسم الغريب لا ثلاث اهداف الهدف الاول ان يفصل المشرق العربي ان المغرب العربي الثاني ان يكون ولا اهل الغرب الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم ان يجعل المنطقة في حالة لا توازن لان التوازن ولد الاستقرار والاستقرار ولد النهضة ونحن نريد ان نخلق اجواء تمنع نهضة الامة ان نهضت فستأتي على حسابنا هذا الكلام في مقررات اذا ما قرأناها هذا خطأ نعنا فاذا بالغرب بالفعل يقرر انشاء جسم غريب له ثلاثة اهداف يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي يكون ولاءه للغرب ويعطل نهضة الامة العربية ليه ما قرأناها المقررات من عام 1907 احبابي من عام 1907 ما قرأنا المقررات والله له الامر بيدي يقررها على طلابنا في كل المراحل نحن الى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذاك المؤتمر بينما الذي عرف عنه اليهود فاذا باليهود بقيادة حايم وايزمن يذهبون الى بريطانيا ام الخبائث والى المانيا والى كل الدول وأول مدهو طبعا للخلافة التركية لكن مناعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان فاذا بهم يقولون قرأنا المقررات ايش رأيكم احنا نكون الجسم الغريب معاهدكم ان ولاءنا لكم للغرب بس بشر ما تتركوننا كل ما نطلب منكم اعطونا اياه لنا دور واحد تعطي النهضة الامة يكفيكم قالوا يكفونا يكفينا ذلك فاللي تراه انت الآن هذا عقد بينهم اننا نعطل نهضة الامة نجعل الامة في حالة لا توازن لان التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن لا نريد هذه النهضة فاسرائيل لا تريد ان تخسر كثير تعالوا انتم ونقوم بدوركم فلا يمكن تسمح لا امريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا اي الدول لي بهزيمة اسرائيل لان هزيمة اسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907 اشتركوا في القناة